وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن قانون الضمان الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لبناء أي مجتمع كما أشاروا إلى أن مشروع القانون يحقق ضمانة اجتماعية للمواطنين غير القادرين أنا بتقدم بالشكر في هذا القانون إلى السيد رئيس الجمهورية لأنه هو الذي أعطى التوجيه للحكومة لإعداد قانون الضمان الاجتماعي وقانون الضمان الاجتماعي ده ركيزة أساسية لبناء أي مجتمع كما جاء هذا القانون بظهير دستوري واضح في المدى 17 من الدستور التي تحس الدولة على ضمان حياة كريمة للمواطنين كمان القانون ده في ميزة كبيرة جدا تطبق لأول مرة وهو الدعم النقدي مشروع القانون يعني قامت به الحكومة بجهد كبير قوي من أهم ما جاء به هو ربط الدعم النقدي والعيني بمفهوم الاستثمار في البشر المفهوم اللي طالما نادى به في خامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي بتسع إليه الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وعن طريقه بيتم إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة وتعليم أطفالها وهو مشروع بيحقق ضمانة اجتماعية ومساعدات اجتماعية للمواطن الغير قادر وده تحقيق لاستحق دستوري موجود في المادة 17 أظن كمان أن احنا دخلين على تطور تشريع كبير أن برنامج أو مبادرة زي تكافل وكرامة تتحول إلى نظام دائم ومؤسس ليه بتشريع متكامل اشتركوا في القناة